اشتركوا في القناة 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 ونضيف القناة اشتركوا في القناة نحن نخلط هذه الحشو المملاحة لا تدخل البطاطا نضيف الكيمياء نضيف السطح المملاحة نضيف الكيمياء نضيف المعلقة و نصف الخليط نضيف قرصة و نضيف المعلقة و نضيف المعلقة و نحتاج الخليط تقسم العجينة على 10 وحدات وكذلك لا تنسوا العجينة تطلق راسها لا تجراش لكم و لا تعدبكم في الخدمة سوف نغطيهم 1-3 دقائق نجهزنا سطح العمل نرشون بخليط الزبدة و الزيت و إلا كنا نفصل الشتاء سوف ندهنوا سطح العمل بالزيت النباتية لأننا نعرفوا أن الزبدة تجمد فالمهم هكا نحاول نحل العجينة مزيان حتى يبقى بللي سطح العمل و نحاول نرققها باش جينا مورقة و زوينا فنحاول نطويها على هات الشكل و ترشوها شوية من الفوق بالزبدة و الزيت باش يجي داك الفيتاج كذلك نطويها من ناحية ثانية باش نمتن و نغلض العجينة تمام و نحط عليها ديك الكيميان البطاطا ممكن جدا إلا بغيتوا تدخلوا فيها الفروماج رابي ممكن جدا أنكم تديروه صافي و نبقى له هكا فهنا عندي العجينة حسيت بها طويلة بزاف غدي نحاول أنني بواحد الغرصة غدي ندير تقريبا زوج نتاع لبالمي فهدي هو الشكل المملحة صافي سوف نكمل النصف الثاني نضيفوا الكمياء محترما لتعال الحشو و لا يبقى لكم اختيار الحشو و تديروها بالفلفل و البصلة و الكفتة و لا تستخدموا البطاطا فكيبقى تغيير فأنا شخصيا صراحة ولدي عجبتهم بزاف بزاف أنا جاتني بين وبين بالنسبة اللحشو ولكن ولدي حمقاتهم و ركوا عارفين الدراري كيبغي والبطاطا حقا ويبغي والطن المهم غدي نحاول أنني نطوي بهذا الشكل فهنا يا هدي غدي نستعملها كلها يعني كلها غدي نطويها و نخرج منها غير وحدة صافي متنت في ذلك الجهة و نحاول نضع واحدة الكيميا محترمة نتع حشوة البطاطس و الطن و نلوئ لها و نديرها بذلك الشكل اللي شفته و تقدروا كذلك أنكم نديروها بحل محنشة و لا نديروا ذلك التفليحات كما ذلك الشكل حلازونية يعني اجي حلازونية و فوق منها شي تفليحات حقا فكنت بارتاجيت معكم الطريقة يمكن الله راح أن يكون معك و أن يحدث بوضع الشوكولات مباشرة و أننا نعرفه الاعجينة من الغرفة و السوداء حاولت أن نذهب معنا تحقيق بالشوكولات و لا نريد أن نضيعها و حاولت أن تغطرة الشوكولات لكثقها غنية و تصبح لديد سوف نضع مباشرة فوق صنع اللي لبستوها بواحد ورق الزبدة غادي خديت واحد البيضة وغادي نحاول ندهن مملاحات نتاعي بذيك البيض كيف ما شفتو هنا هاد الحبال اللي انفصلية فانا اخليتها فوق بطاجي احترتها حتى ادهزيتها دكشي على الشكل انتحب حالي يضاع شوية سوف ندخل هالفران اللي يكون سخون اشتركوا في القناة 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 سوف نضع نظرة امراض رقم اشتركوا في القناة